قبل ما اروح لآخر اخبار الترند انبارح خبر عد على ناس كتير كابتن محمود عشور كان موجود في قائمة حكام تقنية الفيتج وفي كأس امم افريقي تحت 23 سنة في المغرب ودي البطولة المؤهلة لأولمبياد باريس منتخبنا الأولمبي بيشارك فيها كابتن محمود عشور اعتذر لزروف خاصة بس لما جال الاتحاد الافريقي خد حد من قائمة لجنة الحكام او قائمة الفارف ومصر خد مين؟ خد الكابتن محمد عادل محدش خد باله ان كابتن محمد عادل مش حكم دولي في الفار في القائمة الدولية للحكام المصريين وخدوا بالكم من الجزاية دين الجزاية خطيرة جدا انت عندك في القائمة الدولية فيه محمود عشور طارق مجدي محمود أبو الرجال حسام عزب حجاج عمر الشناوي وائل فرحان وكان محمود دوسيقي كمان موجود في القائمة ولا اسم من دول رايح خدوا محمد عادل بس ليه؟ لان انت عندك خطأ مهم جدا بيحصل في الدورة المصري وقلت قبل كده لما بتيجي الحكام الدولية بتحكم مباراة في الدورة وبتعمل أخطاء في تقنية الفار الاتحاد الافريقي بيرجحها وبياخد باله منها وبيستبعد الحكام دي يعني جيت في مرة قلت معسكر حكام النخبة لما استعرضوا بعض حالات الفار السلبية عشان يدوا محاضرات تسقفية للحكام جابوا الحالات السلبية اللي موجودة في الدورة المصري أو الأخطاء اللي موجودة في تقنية الفار في الدورة المصري كانت من ضمن الأخطاء دي مثلا مباراة لككابتون طارق مجدي وطارق مجدي حكم تقنية فيدجو دولي في قايمة الحكام المصريين من ساعتك كابتون طارق مجدي ما بيروحش كابتون أحمد الغندور كان من حكام النخبة وكان موجود دايما في كل مناسبات الاتحاد الافريقي ليه استبعد من بطول التحت 23 سنة واتخذ كابتون محمد عادل بدلا منه لأن كابتون أحمد الغندور ودي معلومة الناس أول مرة تسمحها ارتكب خطأ في تطبيق القانون في تقنية الفيدجو في مباراة سيراميكا واسموح ألغى هدف سليم لسيراميكا كان هدف أحراز أحمد ياسر ريان والحالة دي كانت موجودة في الاتحاد الافريقي ومن ساعتها يعني استبعد كابتون أحمد الغندور من تقنية الفيدجو في المناسبات الافريقية في الفترة الأخيرة تيجي تبص على بقى القايمة لا وقل فرحان بيتم استدعائه ولا حسام عزب حجاج بيتم استدعائه وحتى عمر الشناوي لما تم استدعائه في إحدى مباراة كاس الكنفيدرالية ضموه للمباراة واستبعدوه في اللحظات الأخيرة وحطوا مكانه كابتن محمد عادل لأنه لقوا أنه عمر الشناوي ما بيدرش مباراة في الدور المصري وبالتالي ما عندوش هستوريو ما عندوش تاريخ في إدارة مباراة الدوري النقطة دي خطيرة لأنه بوجه بقى رسالة للاتحاد الكرة ولجنة الحكام القايمة الدولية لحكام تقنية الفيدجو السنة الجاية لازم يحصل عليها تعديل لأنه بعد كده لو محمد عشور اعتزل ومحمد عادل اعتزل بعد عشرين أربعة وعشرين لن يتم الاستعانة بأي حاكم تقنية الفيدجو من مصر أنا بقولي الكلام دي على مسؤوليتي له هنشوف الشناوي ولا حسام ولا واي الفرحان ولا طارق مجدي ولا أحمد الغندور كابتن محمد عادل عشان كان موجود حاكم نهائي كأس الكنفيدرالية مع محمد عشور وخدوه مكان عمر الشناوي في مطش الكنفيدرالية اللي كان بتلاقي ما بين الجيش الملكي وأحد الفرق يعني مش متذكرة اسمها دلوقتي في المباراة السيمي فاينال في كأس الكنفيدرالية فعشان كده كابتن محمد عادل رحمة كان محمد عشور في بطولة الاندر توينت سري بطولة تلاتة وعشرين سنة اللي هتتنظم في المغرب يوم اربعة وعشرين ستة حاجة الأخيرة لما تحضر القائمة الدولية السنة الجاية الحكم الدولي اللي هيكون حكم ساحة لازم يكون حكم تقنية فيديو دولي لأن بعد كده الفيفا أو الكاف لما يستعين بحكم تقنية فيديو لازم يكون معتمة دولي كساحة ومعتمة دولي كتقنية فيديو بصوا على قائمة حكام الفيديو في بطولة أهم إفريقيا اللي جاية في المغرب تلاتة وعشرين سنة هتلاقوا فيها هيسم كراط هتلاقوا فيها مصطفى غربال هتلاقوا فيها دحان بيدا البريتاني التلاتة في قوائم بلدهم موجودين تقنية فيديو وحكام ساحة فالخطأ ده لازم يتم تعديده والأخطاء اللي بتحصل في الدوري من الحكام الدوليين في تقنية الفيديو بيتموا مرأبتها وعلى أساسها بيتم استبعاد حكام مهمين في الفترة الأخيرة عشان جدا مش هتلاقي في الفرف الفترة اللي جاية غير عشور وعادل بقى الأسماء اللي فيها القائمة الدولية مش هتلاقي منها حد كل الأسامي دي محطوطة على الورق بس ولكن لا يتم الاستعانة بيها طيب آخر أخبار الترند نطلع نتابع لأنه عندنا كلام مهم جدا عن ترند الأهلي ترجمة نانسي قنقر